هنا بمحله البسيط والكائن ببلدية سيدي عبد الرحمن بيتيارت قام الحلاق مختار ومع قدوم عيد الفطر المبارك بسن مبادرة خاصة وهي توفير الحلاقة بالمجان يستفيد منها كل يتيم أين إنسان يقدر يحرك الضامر تاع راح يدير هذه المبادرة مباشرة في أي ميدان من الميادين في الحلاقة في الطب في أي ميدان من الميادين يفرح ويدعي لك خطر أخرى يكبر مهما كانوا يقعد دائما يشوفوا في ذلك النظرات على ذلك الحلاقة الحمد لله يا ربي هذه تسوالي أنا دنيا وما فيها هي مبادرة تبعث على التكافل الاجتماعي وكانت فكرتها نابعة من ظروف الحياة يقول مختار أنا خرجت صغير من دارنا وتمرت وزوفرت وخدمت على أولادي على هذاك يعني ممكن تكون حركة فيها ذلك الوحدة هذه الطاقة هذه والحمد لله فهذه الفكرة ثمنها سكان البلدية وطالبوا بتعميمها على مثل هذه الشرائح التي تحتاج مساندة الجميع كان لي هويتين ما عنده شبوه صغير غريان وما عنده شعلي هاوين ما يجي زعمي يقول لكم ما عندي شحشم حنا ما دابينا نديروا البلاكة هذه نديروا في جميع المحلات كان لي ما عنده شدراهم ما عندهش الميلكيش ما عندهش الظروف يجي عاد مختار حفلة باطل أخويا بمناسبة عيد الفطر المبارك إن شاء الله ليتيم اللي ما يعرفناش ولا ما يعرفش هذا الإطار هذا وهذا الكادر هذا المبارك إن شاء الله يجي وتحفيفتها علينا إن شاء الله فكم جميل جدا أن يكون لشبابنا أفكار نابعة من عمق المجتمع وتعود عليه بالنفع لا سيما فئة اليتامى والذين أوصى عليهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم